موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا قال رئيس الحكومة المؤقت علي العريض أن السلطات تراقب قيادات السلافية الجهادية في تونس ودعواتهم المستمرة للشباب للجهاد في سوريا مؤكدا أن ذلك يعد أمرا خطيرا خاصة إزاء تداعيات عودة هؤلاء السلافيين على الأمن التونسي كما أشار العريض من جهة أخرى إلى أن حركة النهضة ستكون من أولى الأحزاب الفائزة في الانتخابات القادمة ولكن من الصعب التنبؤ بعدد الأصوات التي ستحصل عليها وفق قوله دعت نقابة عوان الدوانة في بيان لها إلى وقفة احتجاجية يوم الثالث من جوليا القادم وإضراب عام في الخامس من الشهر نفسه وذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية وعرض مشروع القانون المنقح للنظام الأساسي العام للدوانة والمتعلق بحق ممارسة العمل النقبي على أنظار جلسة عامة في أجل أقصى يوم الثاني من جوليا المقبل جددت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم تنبيهها من أن كل تجمع أو وقفة أو تظاهر بالطرق والسحات العامة تخضع إلى الإجراءات والترتيب المنصوص عليها بالقانون وذلك بالتنصيق مع الصلة المركزية والجهوية ويأتي هذا التنبيه إثر تواتر الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات ومسيرات مخالفة للترتيب الجاري بها العمل شهد محيط السفرات المصرية بتونس صباح اليوم تعزيزات أمنية مكثفة ذلك تحسبا للدعوات المتتالية للتظاهر ولتنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي أطلقتها بعض الأحزاب والجمعيات التونسية دعما للطيارات والأحزاب المصرية المناوئة للرئيس المصري محمد مرسي والداعية إلى سحب الثقة منه وقامت قوات الأمن بتفريق وقفة أمام السفرات المصرية والتي نفذها حوالي أربعون شخصا من أنصار حركة تمرد التونسية بدعوى عدم حصولهم على رخصة للتظاهر ونبقى في الشأن المصري حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد المتظاهرين ومناصر مرسي بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن عقوع عدة إصابات يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات المصرية تظاهرات مؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي وأخرى مناوئة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة أجواء الثورة تعود إلى ميدان التحرير في القاهرة فهل هي ثورة ثانية لإسقاط الرئيس الإسلامي في الذكرى الأولى لانتخابه في ظل رفض الرئيس محمد مرسي مطالب معالذيه بالتنحي مؤكدا أنه لا توجد ثورة ثانية في مصر فوسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي في كافة أرجاء مصر انطلقت مظاهرة حاشدة معارضة لمرسي تنادي برحيله وأخرى مؤيدة له ومصرة على الدفاع عن شرعية رئيسها المعتصمون من الجانبين أغلقوا كافة شوير الرئيسية والجانبية المحيطة بكل من ميداني رابع العدوية والتحرير بينما كثفت وحدات من الجيش تواجدها في محيط المنشآت الحيوية تأهبا لأي احتمال يضطر على إثره للتدخل لمنع الاقتتال الداخلي خاصة بعدما نشبت اجتباكات عنيفة بين عدد من المتظاهرين ومناصر مرسي بمدينة المحلة الكبرى ما أصفر عن وقوع إعداد إصابات مرسي الذي كرر رفضه التنحي والنزول عند رغبة معارضيه بإجراء انتخابات مبكرة سعد من لهجته وأكد أنه لن يتسامح مع ما وصفه بأي انحراف عن النظام الدستوري كما يرى مرسي أن استقلته المبكرة ستقوذ من شرعية من يأتي بعده وتخلق وصفة لفوضى لا تنتهي حسب تعبيره وتحسبا لاستغلال الأوضاع الأمنية في مصر من قبل بعض المهربين كثفت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة الأحد من نشر عناصرها الأمنية على الحدود الفلسطينية المصرية وقال قائد المنطقة الجنوبية بغزة في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي لعدم الزج بالقطاع في الشأن المصري الداخلي إضافة إلى ضمان عدم استغلال الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية من بعض المهربين وضف قائد المنطقة الجنوبية بغزة أن هذا الانتشار يأتي لضمان أمن وسلامة الحدود وتفويت الفرصة على المتربصين بأبناء الشعب الفلسطيني على حد قوله رفض رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الاستقالة تحت الضغط وجدد التأكيد على ضرورة إخلاء الترابلوس من المجموعات المسلحة وكاد زيدان أنه لن يستقيل من منصبه إلا إذا قرر المؤتمر الوطني العام ذلك وعبر الأليات والقوانين المتبعة وشدد زيدان على أنه لن يرضخ للضغوط حفاظا على مصلحة الوطن لا على المناصب وكان زيدان قرر الخميس إقالة وزير الدفاع محمد البرغثي في عقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة ترابلوس وأوقعت خمسة قتلى وعشرات المصابين دعت المعارضة السورية الدولة الداعمة لها إلى فرض منطقة حظر جوي وتوجيه ضربات عسكرية مدرسة ضد النظام مؤكد أن أي حديث عن مؤتمرات دولية لحل الأزمة أصبح عبثيا كما أكدت المعارضة السورية أن الهجوم على مدينة حمص سينعكس سلبا على الجهود الدولية المتعلقة بمؤتمر جونيفا 2 دعيتنا المجموعات المقاتلة إلى الاستنفار بشكل كامل لدعم مدينة حمص لا يزال القصف العانف من طيران الجيش السوري ودباباته الحربية يتهاطر على الأحياء المحاصرة في مدينة حمص التي تدكها القوات النظامية بحملة عسكرية شرسة في محاولة السيطرة عليها وافتكاكها من قبضة مسلح المعارضة تضييق الغناق على حمص القديمة وقوراها أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة وسط هلع كبير بين الأهالي وحالة نزوح من المدينة تضييق دعت على إثره المعارضة السورية إلى التعجيل بفرض منطقة حظر جوي وتوجيه ضربات عسكرية مدروسة ضد نظام الأسد مطالبة في الوقت نفسه مجموعاتها المقاتلة بالاستنفار والوقوف صفا منيعا للتصدي للقوات النظامية يأتي ذلك وسط جهود دولية لعقد مؤتمر جناف 2 إلا أن هذه الجهود لم تثمر بعد اتفاقا عن المؤتمر الذي كان من المرجح عقده في جوال جاري وهو ربما الأمر الذي دفع اتلاف المعارضة السورية إلى تأكيد على أن التطورات الأخيرة في حمص تهدد أي حل سياسي وتضعه في مهب الريح بل وتغني إلغاء كل ما يتعلق بالمؤتمر وما يزيد الطين بل تلك الرسالة التي وجهها وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماعا تشاورية مفادها أن تدخل حزب الله في سوريا يوعيق عقاد مؤتمر جناف 2 لحل المعضلة السورية ما يعيد الأزمة إلى مربعها الأول استبعدت إسرائيل إجراء محادثات قريبة مع الفلسطينيين رغم مساعي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي مدد مهمته في المنطقة لهذا الغرض بينما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جولات كيري وسيلة للتغطية على سياسات ومخططات الاحتلال الإسرائيلية في الأثناء أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن بلدية القدس الإسرائيلية ستعطي الأثنين الضوء الأخضر لمرحلة جديدة من مشروع بناء أكثر من 900 وحدة سكانية استيطانية في القدس الشرقية قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب أخرون في أعمال عنف بأنحاء متفرقة من العراق وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار عبوة نازفة بسوق في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد وفي الفلوجة الواقعة غرب بغداد قتل مسلحون ثلاثة من أفراد الشرطة وتصعدت حدة أعمال العنف ذات الطابع الطائفي بالعراق في الآوينة الأخيرة وزادت مؤخراً الهجمات التي تستهدف أماكن عامة كالمساجد والمطاعم والأسواق وسط مظاهرة تعد الأكبر منذ سنوات مطالبة بإسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير دعا زعيم حزب الأمة القومية المعارضة صادق المهدي النظام إلى الرحيل الفوري بعد 24 عاماً من تولي مقاليد السلطة بسبب ما اسمها الأقصاء والفشل داعياً إلى انتفاضة مدنية قومية لإسقاطه وقدم مقترحات قال إنها أجندة المستقبل وقد هددت المعارضة التي تسعى للاستفادة مما تراه غضباً من ارتفاع أسعار الغذاء والفساد بتنظيم احتجاجات حاشدة للإطاحة بالبشير في غضون مئة يوم لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً مسرعهم وأصيب 25 أخرون بجروح إثر انفجان في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان حسب ما أفادت به الشرطة المحلية وألحق الانفجار الذي وقع على أطراف مدينة بيشاور واستهدف موكباً لجهات الأمن أضراراً بالسيارات المركونة والمحلات الموجودة بالقرب من موقع الانفجار ولم تتبنى أي توجهة مسؤوليتها عن الانفجار تحتفل كرواتيا الليلة بانضمامها التاريخي للإتحاد الأوروبي في الأول من جويليا لتصبح العضو الثامن والعشرين في الاتحاد بعد جهود مكثفة بذلتها لنيل العضوية وتنضم كرواتيا للإتحاد الأوروبي بعد عشرين عاماً من أعلان استقلالها عن يغوزلافيا الاتحادية والذي أثار حرباً استمرت أربع سنوات قتل خلالها نحو عشرين ألف شخص وبصفة رمزية ستنزع كرواتيا منتصف ليل الأحد اللوائح التي كتب عليها كلمة جمارك من مركز حدودي مع سلوفينيا الجمهورية اليوغوزلافية الأخرى الوحيدة بينما ستوضع لوحة كتب عليها الاتحاد الأوروبي على الحدود مع سربيا الجمهورية اليوغوزلافية الأخرى التي تأمل في فتح مفاوضات قريباً للانضمام إلى الاتحاد طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات من السلطات الأمريكية بشأن معلومات نشرتها مجلة ألمانية تتعلق بالتجسس على بحثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأمريكية واشطن وممثلية الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة في نيويورك ونشرت مجلة ديرشبيغل ألمانية الأحد تقريراً يكشف أن الاتحاد الأوروبي كان ضمن أهداف وكالة الأمن القومي الأمريكية المتهمة بالتجسس على اتصالات إلكترونية عالمية في إطار برنامج بريزم وسندت المجلة في تقريرها إلى وثائق سرية اطلعت على قسم منها بفضل المستشار السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الذي يقف وراء تسريب المعلومات في قضية التجسس أعلى رئيس الإكوادور رفايل كوريا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب منه رفض طلب المتعاقد السابق لدى وكلة الأمن القومية الأمريكية إدوارد سنودن اللجوء السياسي إلى بلاده أوضح كوريا أن طلب بايدن جاء خلال مباحثات هاتفية بشأن قضية سنودن جرت الجمع الماضي وصفا هذا الطلب بأنه كان رجاء مهذبا ويأتي طلب بايدن بعد أن هدد مشرعون أمريكيون الإكوادور الأسبوع الماضي بأنها قد تمنى بخسائر تجارية في حال منحت اللجوء السياسي لسنودن المطلوب من قبل السلطات الأمريكية هذا الخبر مشاهدين نصر لاختم نشرتنا نلقاكم في موعد أخبارية اللاحقة ترجمة نانسي قنقر